يعني أروح لدكتور محمد دكتور محمد يمكن من خلال حتى النمازج اللي احنا شفناها إيه اللي بيخلي العلاقات بعدين يعني لما الناس تكبر وكده بتتحول إلى علاقات مش كويسة علاقات غير سويا كر عداء ده مش لما بيكبروا بيبقوا رجالة يعني ده لما يوصلوا حتى المراحل الدراسية أهم حاجة المقارنات اللي بيعملها الأهل بين طفل وطفل آخر فلو فيه طفل متفوق عن الآخر بيبدأ الطفل الأقل تفوقا يقول يعني يدخل بقى معهم في عند ويقول لهم خلوا التاني ينفعكوا ويقرر أنه ياخد الجنب التاني خالص وبعدين دايما الأطفال بيحبوا أنه هم يبقوا مميزين فالطفل الكبير مثلا مميز بأنه هو متفوق في الدراسة فالطفل التاني مش عارف يجابه ويكافقه في ده فيقرر أنه يبقى متميز بشكل تاني فيبقى قليل الأدب يبقى عنيف يبقى سلوكياته مضطربة يبقى بيعند وده يخلي الأب والأم يقارنوا ما بين الاتنين ويبدأوا يعقبوا واحد عن التاني فده يخلي في الآخر يبقى فيه غيرة ما بين الأخين مش بس كده زي ما قلنا الجنس فلو فيه واحد ولدوا معاه بنت فغالبا الأهل بيفضلوا الولد عن البنت فده بيعمل برضو نفس الأزمة الطفل اللي في النص دايما عنده مشكلة إنه هو مش واخد مزايا كبير ومش واخد مزايا الصغير وهو بيحاول يثبت نفسه طول الوقت فكل الحاجات دي بتأثر في العلاقات ما بين الإخوات وبتخلي العلاقات تسوق عشان كده دور الأب والأم مهم جدا إحنا ما اخترناش إخواتنا بس إحنا اخترنا علاقتنا بيهم تكون إزاي يعني إحنا لنا دور كمان مش بس الأب والأم في اختيار علاقتنا بإخواتنا سواء العلاقة تبقى جيدة أو لا أنا ممكن أخلي علاقتي بخوية كويسة أو أخليها سيئة بناء على اختياري اللي أنا مختاره